احنا الانراضي هنتكلم على الـ Lightweight Concrete انا كنت نزلت الـ PDF File هتطهول لكم على الجوب تمام بتاع الـ Lightweight Concrete و هنزل Recording بعد ما خلص و دايما الان احنا المحاضرة هنزل لكم الـ PDF قبلها بيوم او يومين وبعدين Recording بعد ما بنخلص ان شاء الله تعالى طيب الـ Lightweight Concrete يا جماعة هو كذا نوع الـ Lightweight اولا هي خاصانة وزنها خفيف يعني ايه وزنها خفيف وزنها خفيف لأي درجة من الدرجات الخاصانة Lightweight تقدر تقول انها two main categories category في الحقيقة الكسافة بتاعتها بتطاوح هتلاقي الأرقام معلش فيها مش أرقام صحيحة بس ده نتيجة انها من Bound وفيت متحولة لكيلو جرام وعلى المتر مكعب خاصانة density بتاعتها من 1440 ل1840 كيلو جرام وعلى المتر مكعب دي مقارنة بالخاصانة العادية اللي هي الـ Range بتاعة الدنستي بتاعتها تقريبا من 1200 ل2400 فبدل ما الكسافة بتاعت الخاصانة تبقى من 1200 ل2400 كيلو جرام على المتر مكعب الخاصانة راح نتكلم عنها دلوقتي اللي هي Lightweight concrete من 1450 ل1850 كيلو جرام على المتر مكعب الخاصانة دي لو انت حافظت على الكسافة بتاعت الـ Aggregate أسفر كسافة بتاعت الخاصانة في الـ Range ده بيبقى غالبا الليسترينس بتاعها أكبر من 17 ميجا باسكال يعني مية وحوالي أكتر من 170 كيلو جرام على سنتيمتر موضوع الخاصانة اللي بالشكل ده تصلح طبعاً اللي أعلى سنة من 17 فوق العشرين ميجا باسكال تصلح للاستخدام في الأغراض الانشائية عشان كده هو سموها Structure Lightweight concrete فالStructure Lightweight concrete ده نوع من Lightweight concrete الكسافة بتاعته بتطرح من 150 لـ 1850 كيلو جرام على المتر مكعب الاسترينس بتاعه أكتر من 17 ميجا باسكال يصلح للاستخدام في الأغراض الانشائية إزاي بنتج أي نوع من أنواع Lightweight concrete المateria اللي في الخاصانة اللي أقدر يخفف وزنها أكيد مش الأسمنت وأكيد مش المية وفي الحقيقة والكوس أجرجت وفي بعض الأنواع الفاين أجرجت كمان بيسموها All Lightweight aggregate أو All Lightweight concrete في الحقيقة إنت إزاي بالبساطة كده قبل ما ندخل في الأنواع إنت إزاي أصلا بتعمل Lightweight concrete إنك بتحاول تجيب أجرجت جواه فراط طب الأجرجت ده لما تطحنوا لمقاسات الفاين أجرجت صعب قوي إن البارتكل بتاع الفاين أجرجت البارتكل المنظرة في المقاس للحباب بتاع طبام ليبقى جواه فراط فالحقيقة صعب قوي إنك تعمل Lightweight fine aggregate بس أسهل بكتير جدا إنك تعمل Lightweight coarse aggregate ببساطة شديدة هات أي ماتيريال سخنها قوي لغاية لما تبقى حول من الحالة الصلبة للحالة اللي هي زي ما تقول كده viscous liquid شبه سيلة وبعدين سبعة تبرد لقيمة بسبعة تبرد لوحدها حتكون جواهة فرغات لقيمة أنت لو عايز فرغات أكتر تخلي طيارها ويمشي جواهة وهي بتبرد هبقى جواهة فرغات أكتر بس خلاص هي كده بقت هترجع تاني للحالة الصلبة بتاعتها وجواها فرغات تخدها بقى تكسرها للمقاسات اللي أنت عايزها عشان تبقى تتحول لCourse aggregate هي ده التكنيك بمنطقة البساطة بصف النظر هي إيه الماتيريال اللي أنت بتجيبها أصلا وبتحاول نتعمل عليها البورسس دي لكن تاني هي ببساطة شديدة أنت بتجيب أي مادة سخنها هتتحول من الحالة الصلبة للحالة السيلة بتبقى زي Viscous Liquid سيبها تبقى لوحدها Automatic نتيجة الهواء اللي موجود في الجو حيتكون جواها فرغات أو عايز زود الفرغات كمان عشان تتحكم في الكسافة بتاعتها بتبقى Controlled الفرغات وControlled الكسافة زي ما أنت عايز بالظبط ماشي طائرات هوا جواها تمام فالهواء اللي جواها في الأخير لما تبقى حيبقى عبارة عن فرغات موجودة جوا فبقى كده موجود جواها فرغات فوزنها يقل طبعا لو أنت بتتكلم في الكورس مهندسين عشان تبقى أنت متخير بس هنتكلم في إيه هي النسب بتاع الخلطة التقليدية اللي احنا بتتكلم فيها اللي بحاجة يعني بيستخدمها بس كانت خلطة تقليدية قديمة بنقول واحد لاثنين لاربعة واحد لاثنين لاربعة والوطة مثلا حوالي نص فكمية الكورس أجرجيت تقريبا بتمثل خمسين في المية من الوزن بتاع الخاصانة خدبال حضرتك فبالتالي خمسين في المية ده لو أنت قللت الكسافة بتاعته شوية هيحصل نقص كبير في الكسافة بتاعت الخاصانة فأنت بتقدر تتحكم في الدنسي بتاعت الكونكريت عن طريق تتحكم في الدنسي بتاعت الكورس أجرجيت إنك أنت بقى تستفيد بالفاين أجرجيت كمان ممكن بس في الحقيقة البرصص اللي أنا شرحتها لحضرتك دلوقتي عشان خاطر تعمل خاصانة فيها فاين أجرجيت وزنه خفيف صعب قوي شوية في التالي ما هي الشائعة قوي إنك تستخدم لايت ويت فاين أجرجيت طيب لايت ويت أجرجيت is used used in a structure لايت ويت كونكريت is typically expanded shell or clay materials that have been fired in rotary kiln to develop بورس structure تقريب بورس structure في الآخر أو air-cooled blast furnace slag blast furnace slag من المصانع بتاعت الحديد والصلب واخد بالك بوردو بتعمل لها air-cooling واخد بالك نفس التكنيك اللي أنا كنت بشرحه لحضرتكم من شوية وفي أنواع تانية على فكرة بتبقى artificial خالص متصنعها خالص من الأصل ومن الأساس وبتبقى فيها فرغات أكبر من كده بكتير ما انت في أنواع تانية من lightweight aggregate mayhash structural زي حنشوف بعد شوية والكسافة بتاعتها أقل اللي كمان من اللي احنا كنا بنتكلم فيه طيب إيه الاستخدام الأساسي لل lightweight concrete أنك تستخدمها lightweight structure concrete أنك تستخدمها في أغراض إنشائية فقالك أنت لو بنيت بخاصانة الكسافة بتاعتها أقل كسافة بتاعتها مثلا 1800 كيلو جامعة المتر مكعب مقاما بالخاصانة للكسافة بتاعتها 222 كيلو جامعة المتر مكعب فيبقى أنت كده قللت الكسافة بتاعت الخاصانة قللت dead load فلما تقلل dead load هتقلل الأحجام بتاعت العمدان والأساسات واللوزقف والكلام ده كله لأن كلها load dead load بيمثل جزء كبير من اللوز على المبنى بتاعنا طيب هو lightweight course aggregate أرخص ولا normal weight أرخص طبعا lightweight course aggregate أغلى وأغلى بكتير في بعض الأحوال من النormal aggregate وبالتالي الاستراكش lightweight concrete typically بتبقى أغلى من النormal weight concrete فهل الكمبنسيشن اللي أنت عاملها في الأوزان تمام هتعوض التكلفة اللي أغلى بتاعت الخاصانة بتاعت المتر مكعب خاصانة في الغالب لأ في الغالب لأ فبالتالي مش مش لوجيك ومش منطقي إنك تعمل new construction lightweight concrete هلو بقى دا استخدام تقريبا مش موجود ومالإيه الاستخدام اللي ممكن فعلا نستخدم lightweight concrete في التعليم لو أنت عندك مبنى عايز تعليد وين ولا تلت دوار ولا حاجة في الحقيقة إنك تعمل steel structure ممكن تلاقي إن cost بتاعت lightweight concrete أخفف في التكلفة فأنت تطلع بعمدان عادية خاصانة عادية وتعمل السقف lightweight concrete دا استخدام منطقي جدا لل lightweight structure concrete اللي هي الوسقف في دوار التعليم عايز تعمل دوار التعليم كلها اسقف وعمدان lightweight concrete ما فيش مشكلة بس في الحقيقة أنت ممكن تعمل العمدان خاصانة عادية العمدان في الآخر وزنها ولا حاجة جنب الوزن بتاع الوسقف والوسقف هي اللي تقدر تعملها lightweight concrete فيبقى أنت كده بالتالي استفدت من الميزة بتاعة lightweight concrete اللي هي أنك قللت الأوزان فده بيبقى استخدام إجباري في الكيس اللي زي كده والحقيقة أن التعليم الغالب اللي بياخد برمشا ولا ياخد رخصا هو يعلي ولا حاجة هو بيدفع غامات للأحياء وتصالح ومش عايز ايه وكلام من ده بس التعليم في الآخر بالنسبة له شقة في الحتة الفلانية اللي بيعلي فيها هتبقى تكلفتها هيباحها بكذا فهو في الحقيقة هو كسبان مهما كانت التكلفة بتاعة الإنشاء بتاعه يبقى استخدام الاستراكشور lightweight concrete ما هواش في new construction محدش بيعمل construction من أول وجديد بlightweight concrete تمام مع أنه ينفع لأن استراكشور ممكن السترينس بتاعها بيوصل على فكرة بيدرية ما كانش مكتوبة في السلايدس بيوصل لغاية 30 ميجا باسكال وأكتر من 30 ميجا باسكال يعني أنت ممكن تنتج خاصانة باسترينس لغاية 300 كيلو جرام على سنتيمتر موبع بالاستراكشور lightweight concrete ما فيش أي مشكلة ما فيش أي حاجة تمنح حاجة زي كده بس اقتصاديا ما هياش مفيدة إلا في حالة التعليم لأن في حالة التعليم أنت عشان الفايدة الاقتصادية بقى بتاعتها بتكلفة بتاعة الستيل عشان هو البديل في حالة التعليم أنك بتعمل التعليم بستيل فبتلاقي أن التكلفة مقارنة بالتكلفة بتاعة الستيل في نفس الرينج فده اوبشن كواس جدا للتعليم لو كان في المنطقة اللي انت فيها عندك حد بينتج خاصانة lightweight concrete وتقدر أنك انت إيه تستخدمها طيب ده كده اللي احنا بتتكلم فيه طيب هنا السلايد دي ما فيش فيها حاجة تانية هو نفس الكلام اللي احنا قلناه ما فيش حاجة جديدة فبيقولك بس خد بالك الستركشور lightweight concrete أو lightweight concrete وحنا نتكلم على الحتة دي قدام شوية ليها ميزة حلوة قريمة في الانسوليشن فهي ممكن تحسن الانرج أو تكبر الانرج اللي موجودة جوها المباني عشان هي الانسوليشن بتاعها وخصوصا بقى في اللسقف الأخيرة اللي الشمس ضربة فيها العزل الحياري بتاعها أحسن بكتير جدا من العزل الحياري بتاعت الخصانة العادية فدي بتيبقى ميزة كويسة جدا بتحسن العزل فاستخدام الستركشور lightweight concrete في اللسقف الأخيرة ده استخدام ممتاز وفيش أي مشكلة فيه ده التشارت ده بيوريلك الانواع المختلفة بتاعت الخصانة ال lightweight هتلاقي هنا في الكورنر ده الستركشور lightweight concrete جميل جدا الكسافة بتاعت الخصانة من 1500 طيبا ل2000 احنا قلنا من 1450 ل1850 كيلو جرام عن متر المكعب والسترنس من 17 ل41 هي في الحقيقة 30 logic واكتر من كده بيبقى ايه يعني over estimation شوية moderate strength concrete من حوالي 800 ولا 700 لغاية 1500 وبعدين تحت ما بيسموهاش بقى انها خصانة خفيفة خفيفة بيسموها insulating concrete ليه insulating concrete زي ما هنشوف بعد شوية عشان الاستخدام الاساسي بتاعها للعزل الحراري ودي ممكن الكسافة بتاعتنا تبتدي من 250 لغاية 750 كيلو جرام على المتر المكعب فالرينج اهو مفيش حاجة في الحقيقة مفيش استخدامات للخصانة اللي هي moderate strength concrete ده انت بس كل حكاية انك عشان ما تسيبش رينج من غير ما تكتبه لكن في الحقيقة الاستخدام الاساسي لإما تكون structure light weight concrete دي ليها استخدام لإما تكون insulating concrete ودي ليها استخدام فالحقيقة مفيش حاجة مدرة strength concrete دي حاجة موجودة على الواق عشان بس ما يسيبش رينج من 2500 لغاية 800 كيلو جرام المتر المكعب في الكسافة من غير ما يكتب راقم قدامه لكن في الحقيقة مفيش حاجة في رينج ده فعلا مستخدامة تاخد بالك ان الinsulating concrete يا جماعة الاستخدامة بتاعها من 0.7 ل 2 ميجا بسكال من 0.7 ل 2 ميجا بسكال يعني من 7 ل 20 كيلو جرام على سنتيمتر الموضع هي في الحقيقة هي خاصانة ليست صالحة للاستخدام في الأراض الانشائية بس بتعمل بيها عزل حراري بالآخر كده حسب على الأحداث خطوة خاصانة الميول خاصانة الميول اللي انت بتعملها فوق السطح بتاع المبنى ممكن تعملها light weight concrete بدلا ما تعملها خاصانة ميول بخاصانة عادية وزنها خفب كتير طب السطرنس وقليل طب انت عايز السطرنس في ايه أسطا ده تحتيها بلاطة خاصانة انت باخد بالك هي تحتيها بلاطة خاصانة هي فعلا نشايلة الدور السقف الأخير تمام وبتحط فوقها كونت خاصانة ميول وساعات لما يكون المسطح بتاع السقف كبير بيوصل سمك خاصانة الميول لسمك كبير عشان خاطر تاخد الاسلوب اللي يقدر تجمع به الماء عند الجترز والكلام ده طب ما تعملها insulated concrete تمام تقول لي ما هي أغلى هقولك لا ما هو أنا استفدت ان انا قللت الوزن تقليل الوزن ده هيخلي السمك بتاع البلاطة بتاع الدور الأخير تمام أقل من لو كنت عمتها خاصانة ايه عادية في الوزن بتاعها هنا بشرح لك هي اتعملت ازاي هو نفس الكلام نفس الطريقة اللي أنا كنت بقول فيها الأنواع التبكة الأجلجة اللي بيستخدم في في الستراكشة lightweight concrete الكسافة بتاعته بتقل من 2.6.5 تمام اللي هو الوزن النوعي بالعربي بتوصل لغاية مثلا حاجة أقل من 1.55 فانتقللت الكسافة بتاعت الكوسة أجلجة تقريبا للنص فلما تقلل الكسافة بتاعت الكوسة أجلجة النص والكوسة أجلجة بيمثل 50% من وزن الخاصانة يبقى أنت تقيمة قللت كسافة الخاصانة للغبع طبعا ال 1.55 دي ممكن تزودها ممكن تقللها وتتحكم فيها عشانت بتقدر أثناء التصنيع تتحكم في كمية الفرغات اللي موجودة في الكوسة أجلجة بارتكل لو بيعيك بس مثال هنا بالأرقام لكن أنت تقدر تتحكم في كمية الفرغات اللي في الكوسة أجلجة بارتكل وبالتالي ال 1.55 دي ممكن توصل لأكبر من كده وممكن توصل لقل من كده وقل من كده بكتير كمان عشان كده بتقدر تتحكم في الكسافة بتاعت الأجلجة ومن الأجلجة تقدر تتحكم في الكسافة بتاعت الكونكريت المشكلة يعني من ضمن المشاكل الأساسية اللي موجودة في ال و بالتالي بتعمل مشكلة في في الميكسنج وفي الاستصنيع بتاع ال ال نتيجة الفرغات الكبيرة ال الموجود في من 5 إلى 25 في المائة طبعا ده أكبر بكتير جدا من ال اللي مسموح به تتكلم في تاني في نسبة نتصاص تطرح من 5 إلى 25 في المائة نسبة عالية جدا وإزاي تاخد الكلام ده في الاعتبار وانت بتعمل طبعا انت لازم تزود الميا بما يتناسب مع الكمية اللي انت ال كبير اللي موجود ده لإلا في الآخر ده حينتص كل مية الخلط اللي انت حطيتها وهو شابه جدا لانتصاص الميا لأنه هو موجود جواه فرغات كبيرة فهو عشان كده قالك هنا ده لازم ال لأجرجة ده يبقى معمول لإما قبل ما يدخلت مع الكوبيد لإما مية في المية يكون معمول تعويض انك بتزود الميا لإما برشلي برشلي يعني 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 انت بتاخد تحطه في المية بحيس تضمن ان كل الفرغات اللي جواه انتصت مية ده صعب شوية في الحقيقة تمام في الحال دي مش بحيط تزود في مية الخلط حاجة خرص لإما انك انت بتحطه في المية بعدين تقيس نسبة بتاعته وتعفل الفرغات اللي فضلة جواه قد ايه وتزود مية على قد الفرغات اللي فضلة ده الحل المنطقي واسهل تمام بس هو في كل الاحوال انت لازم نقطة الاساسية ودي نقطة مهمة جدا انت لازم تاخد في الاعتبار انك هتزود مية عشان تعادل بتاع الاجر وتاخد لكن كمية المية اللي انت بتزود دي بتبقى كبيرة جدا بدرجة انها صعب جدا عملية التخلط فعشان كده قال لك مش معقول ان انا ازود خمسة وعشرين في المية لا طبع انا اللي اسهل من كده ان انا اخلي الاجر في المية شوية بحيث نسبة بتاعته تقل توصل خمسة او عشر في المية ازود بقى كمية المية ديت تمام للاجر اثناء الميكسنج طيب عشان كده هو انا بيقولك ده شوية بيقولك خد بالك منها وانت بتعمل الميكس بتاعت ال 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 lightweight aggregate in concrete the aggregate has to be completely saturated with water تمام لو totally completely بقى خلاص زي الفول لبقى انت مش محتاج انك انت تزود مية على مية الخلط لو partially محتاج تبقى عايف انت زودت ايه اصلا وفاضل ايه تزود على مية الخلط ال اه في عندك حلين لقى اصلا قبل التخزين بتاع ال 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 ما عملتش كده يبقى والله ياخد بالك وانت بتخلط طبعا انت اولا مزود المية حط الاول ال ال اجرجت مع تلتين المية واخلط ال اجرجت مع تلتين المية قبل ما تضيف بقية المكونات اهم حاجة عندي في مكونات طبعا هو ال 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 اخلط المية اللي هو عايزها بعد كده تضيف الاسمانت مع بقية المية وابتدي ايه الخط ده بيديك مكونات مش سامع ممكن تعيي صوتك شوار ومتسأل في حاجة طيب نجح نكمل تاني خد بالك بقى ودي نقطة مهم اوي احنا عندنا ال ال بتاع ال ال ان ال بعد ما بتحطوه في الكون اللي بنعمل الاختبار الاسلم تبص وتلاقي ال نزل شوية طيب خد بالك ان ال ما بيحصلش فيها اسلم زي يعني لو خلططين اللي هم نفس 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 كمية المية هل بتتحكم في الاسلم يا جماعة لو خلططين فيهم نفس كمية المية ال ه هيحصل فيها اسلم اقل بكتير من شمعنا عشان الاجرجت هو الاسلم بيحصل ليه اساسا البارتكل بتاعت الاجرجت وزنها تقيل والمونة لسه ما بتكونش مسكت نفسها وخدت فالاجرجت بتاخد المونة وتهبط بيها هو ده سبب الاسلم لما وزن البارتكل بتاعت الاجرجت يبقى خفيف واخد بالك لان انت مستخدم فوزن البارتكل بتاعت الاجرجت خفيف مش هيحصل اسلم بنفس المعدل بتاع النورمال ويت كونكريت عشان كده هو بيقولك ايه لايت ويت كونكريت وز اسلم من خمسين لخمسة وسبعين ميلي دي بتديك نفس 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 لخاصانة الاسلم بتاعها من 100 إلى 125 ملي عادة الاجرجت بتاع السلم المقبول اللي هو بيكون من 100 إلى 125 ملي فانت مش محتاج في لايت ويت كونكريت تستخدم اسلم من 125 ملي اسلم من 50 إلى 75 ملي هتديك نفس اللي انت محتاجها للخاصانة ففي الحقيقة انت بتزمط الاسلم بيكون مثلا مثلا الاجرجت بتاعه في الظروف بتاعت اللايت ويت كونكريت يكون من 50 إلى 75 ملي دي هتديك يعادل اسلم ب125 ملي في خاصانة نومال طيب انت مش محتاج تحط اسلم كبير وخب بالك انك لو حطت اسلم كبير ما تفرحش به قوي لان الاسلم الكبير هيعمل لك السيجرجيشن السيجرجيشن بس في حالة اللايت ويت كونكريت مختلف شوية عن السيجرجيشن في حالة النومال ويت كونكريت في حالة اللايت كونكريت انه بيحصل للكوس على وش الخاصانة بيحصل للكوس على وش الخاصانة هو ده السيجرجيشن اللي بيحصل لللايت كونكريت ده بيخلي تسويت السطح بتاع صعب جدا ما تعافش تسوي السطح لان الكوس بيبقى عايم عن السطح بتاع الخاصانة ففكرة انك انت تزود ما تفرحش به قوي لانك لو حتلاقي الإسلامب بتاعك زاد الإسلامب بتاعك لما يزيد هيعملك floating للقوص أجلي ثم تعمل إيه زبط الطري الميكسز اللي انت بتعملها بحيث الإسلامب بتاعها يبقى من 50 إلى 75 مليون ما يزيدش عن كده طب ما بنزودش الميا في lightweight concrete تاني ما بنزودش الميا في lightweight concrete عمنا ما نستخدم زود الworkability انت مش بحتاج تعمل الكلام ده في الغالب ما عندهاش مشكلة حتى لو الإسلام ببان انه هو من 50 إلى 75 ملي براكتكالي انت مش محتاج اكتر من كده من 50 إلى 75 ملي بيونظهم في الظروف بتاعت الخاصنات النور ملويت من 100 إلى 125 ملي اللي هو رقم sufficient عشان قطر تقدر تصوب بالconcrete ده كده جراف سريع بيوريك العلاقة بين الإسلام طبعا مش بنحفظ عقامه لأي حاجة في الاجراف دي ما بسألك عليها بترسم بس كهوكي للشكل ما بين الspecific gravity of course aggregate وعلى المحوى الوأسي الإسلام طبعا كل ما الspecific gravity بتاعت course aggregate بتزيد الإسلام بيزيد ده طبيعي زي ما كنا لسه بنقول تاني نكمل construction aspects بيقولك خد بالك الـ vibration الـ over vibration تمام بيسبب segregation نفس مشكلة segregation كنا بنتكلم فيها لو زودت الإسلام بيحصل segregation ولو زودت الـ vibration اللي هو اللي انت بتعمله اللي هو الدمك اللي بتعمله للconcrete هيعمل segregation ليه؟ بيخلي الـ course aggregate particle بتفلوت على السيرفز بيحصلها floating على السيرفز على السيرفز على السيرفز والـ surface of concrete والـ excessive mixing برضو مش مطلوب الخلط الزايد أو إن الخلطة يبقى البار بتاعتها أعلى من المطلوب ده شو تبيافويد لأن ده بيكسر الـ course aggregate particle ده بيكسر الـ course aggregate particles ده عايزة أقول لكم حاجة هنا قبل ما نكمل في بقية الـ graphs ده الـ ده الأول نبوص في الـ graph ده الـ graph ده برضو بسيط خاص ده العلاقة بين density بتاعت الخاصانة وبين compressive strength وطبيعي كل ما density بتزيد كل ما strength بيزيد دي ما فيهاش ايه كلام في شوية كلام قبل ما ندخل بقى في الـ ultra lightweight concrete اللي هي وده الكلام ده عشر مش هتلاقيه مكتوب فمعلش ايه هتاخده بقى من الـ recording وتكتبه شوية كلام related للـ design بتاع الخلطة المكونات ولا محتاجة حط أسمنت كتير ولا محتاجة حط أسمنت قليل محتاجة أفكره شوية هو احنا تكلمنا ممكننا منتكلم في الـ high strength concrete وقلنا الـ high strength concrete أو الـ concrete بواجهة نعام عبارة عن two components of non-homogeneous material السمنت بيست المونة الأسمنتية والقرس والأضعف من الاتنين هو اللي بيسبب الكسر وإذا في الخاصنات اللي الـ strength بتاعها عادي والوزن بتاعها عادي الكسر عادة بيحصل في إيه كسر عادة بيحصل في السمنت بيست إن هي الأضعف في الـ high strength concrete أنت زودت الـ strength بتاع السمنت بيست وحسنت الـ aggregate أوكي فالأتنين بقوا قريبين من بعض فالكسر بيحصل في الاتنين وقوص aggregate بيحصل فيها failure لما تيجي تتكلم بقى في lightweight concrete إنت عملت إيه في lightweight concrete انت سبت السمنت بيست زي ما هي وقللت الـ strength بتاع course aggregate قللته قوي لدرجة المكون الضعيف اللي جوه الـ concrete هو course aggregate فعشان كده في الحقيقة هنا بقى في تبتلي تفرق بين نوعين lightweight concrete بتعمل balance بين strength بتاع المونة والstrength بتاع course aggregate حشان كده احنا ما ضعفناش course aggregate قوي احنا حطينا رينج على density بتاعت الـ concrete دا انها ما تقلش عن 150 كيلوغرام على متر مكعب وده معناه ان الـ aggregate density بتاعته برضو فيه limit عليها وده معناه ان strength بتاع course aggregate ما هو ضعيف قوي وتقدر تزود الـ cement وتقلل الـ cement ريش شوية عشان توصل strength في حدود 30 او زي ما هو كان مكتوب في الجدول اللي شفناها 40 ميجا بسكال طب ليه ما زودتش عن كده لانه مهما زودت بقى المونة الكourse aggregate حيتكسل عشان كده فيه statement هنا مهمة باش مهندسين بيقولك there's a ceiling for strength تعال lightweight concrete whatever quantity of cement او الـ water cement ratio used فيه ceiling من الكourse aggregate تاني يبقى فيه مهمة اولي اذا نبقى عافينا ان فيه ceiling فيه maximum limit لل strength بتاع light weight structure concrete وال maximum limit من strength بتاع الكourse aggregate ما ينفعش أستخدم كourse aggregate اكتر من 20 ميلي لان الكourse aggregate لما البارتكل بتاعه size بتاع وانت بتعمل mixing او انت بتعمل compaction فيبقى الكourse aggregate الماكس بتاعه 20 ميلي يبقى الكourse aggregate او انا هو light weight course aggregate مهواش جرافل بقى ولا اي حاجة ده light weight course aggregate والماكس بتاعه 20 ميلي ميزيتش عن 20 ميلي وما تزودش الميا قوي خد بالك لانك لو زودت الميا قوي هيحصل عندك segregation وما تزودش المكسنج time او المكسنج time قوي بروضو عشان ما يحصلش عندك segregation او يحصل عندك وما تزودش الاسمنت above certain limit لانك لو زودت الاسمنت مش هتستفيد بزيادة الاسمنت ده حاجة احنا عادة متعودين يا جماعة في الخلطات العادية ان احنا بنحط اسمنت متناسب مع اللي انا عايز لو انا بتكلم مثلا انا بحتاج مثلا 25 ميجا باسكال فبحط اسمنت مثلا 6 ل 7 شكاية طب لو حطيت 8 شكاية مش هستفيد حاجة خطبها لحضرتك يبقى انت تستخدم تحط اسمنت بنفس كميات الاسمنت اللي عادة بنحطها في الخاصانة للوزن بتاعها عادي محتاج خاصان مثلا 30 ميجا باسكال 30 ميجا باسكال بنعملنا ازاي بنحط 7 شكاية حاجة يا معا الصوت باين ولا في مشكلة عندكم لا تمام شايف الناس عادة بتتكلم مع بعض فهمش عايزين بس نتكلم مع بعض عشان بخلص المحاطر تمام ماشي طيب ده كده العلاقة بال كلمنا فيها نيجي بقى هنا للالتا اللي هي كان اسمها في الجراف اللي احنا شفناها إنسيوليتين كونكريت إنسيوليتين كونكريت خاصانة عزل دي خاصانة يا جماعة الكسافة بتاعتها أقل من 1100 كيلو جامعة على المتر المكعب يعني تتكلم في خاصانة كسافتها تقيبا نص الخاصانة وتنزل 1100 دي بتنزل في بعض أنواع الخاصانة ده بس نصر 500-600 ميجا باسكال خب أسف 500-600 كيلو جامعة على المتر المكعب والاستبينس بتاعها أقل من 7 ميجا باسكال الاستبينس بتاعها أقل من 7 والخمسة يعني تتكلم في خاصانة الاستبينس بتاعها أقل من 50 الاستبينس بتاعها أقل من 50 أقل من 50 كيلو جامعة على سنتيمتر المكعب الخاصانة دي بتجبع زي باندو إنك أنت بتحكم في الفراغات وبتزود كمية الفراغات اللي موجودة في الكونكريت عشان تضمن الفراغات أقل ما يمكن طب ليه بيسموها إنسيلية الكونكريت عشان الخاصانة دي العقل الحياري بتاعها عالي جدا ده شرط يا جماعة بيبين لكم الثيرمال رزيستنس مع الدنسي بتاعت الكونكريت تلاقي الثيرمال رزيستنس الخاصانة عادية في الورينج العادي مثلا في حدود 0.02 تمام احنا مش تعافزي تمام فمش عايفة الثيرمال رزيستنس دي أشوح لك بالزبط لكن لو دخلت في اللايت ويت كونكريت تلاقيها مثلا 0.02 يعني من الآخر كده الثيرمال رزيستنس بتاعت اللايت ويت كونكريت تقريبا عشر أضعاف الثيرمال رزيستنس بتاعت النورمال ويت كونكريت فهيصلحة جدا للعزل الحياري تحطها فوق السوسط حضرتك بتاعت المباني تديك طبقة عزل الحياري قللت وزنها وشلت تكلفتها حطيت بدالها خاصانة light weight insulating concreet تكلفتها أعلى بس انت قللت الوزن الديد لود اللي موجود فوق السقف وفي نفس الوقت وفرت التكلفة بتاعت الشيتس بتاعت العزل الحياري ووفرت في الوقت انك بدل ما كنت بتعمل عمليتين انك بتحط العزل الحياري بعدين تحط خاصانة الميول لا انت هتعمل خاصانة الميول عزل المية وخاصانة الميول وخلاص وذات ست تمام فبالتالي ده استخدام اساسي اللي هو طبقة بتاع الثيرمل او اسف الانسولاتينج انها بتستخدم في الثيرمل انسولاتينج بتستخدمها خاصانة ميول فوق سطح المباني كل ما المباني مساحته بتزيد يا جماعة الاستخدام ده بيبقى مهم اكتر يعني طبعا مباني صغيرة مسطحة صغيرة ده مش استخدامه فيه لانك انت على بقى ما تجيب المقاول المخصوص اللي يعملك الكلام ده هيخد منك فلوس كتير لكن لما تبقى المسطح كبير اللي انت هتستخدمه قوتيل ولا مش عايف ايه ولا جامعة ولا مدرسة ولا حاجات كده مباني كتير وكلام من ده ده استخدام مفيد جدا 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 بيستخدم برضو حضرتك من ضمن الاستخدامات برضو حضرتك انك انت بتستخدمها في بتاع السلوبس يعني انت عايز تزبط مناسيب عايز تعمل فوق حتة خاصانة فحاجات دي كلها استخدام بيبقى مفيد جدا انك تستخدمها في حاجة زي كده بتوفى برضو في التكلفة وبتقلل في الاوزان خصوصا لو انت بتحطها فوق سقف يعني سقف فعايز ازبط مناسيب ساعات في الدول الارض يبقى عندك سقف جراش موجود تحت الارض وعايز تزبط المناسيب واخد بالك الاستخدام ده بيقى مفيد ايه جدا فالاستخدام في هو مبني على او مبني على انك تحط حاجة خاصانة وزنها خفيف ده استخدام من الاستخدامات بتاعت هوا موجودة استخدامها بقى تلاقي مشروح هنا هو في حاجات زي كده واخد بالك وفي شوية سوى الاستخدامات بعض الحاجات سواء لايتويت كونكريت او استراكشا او انسولاتيك لايتويت كونكريت انا كان خلصت